بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الخامس عشر بعد المئة الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد يواصل الشيخ رحمه الله الكلام عن حقيقة الروح فيقول وقال الشيخ أبو سعيد الخراز أحد أكابر المشائخ الآئمة من أقران الجنيد فيما صنفه من أن الأرواح مخلوقة وقد احتج بأمور منها لو لم تكن مخلوقة لما أقرت بالربوبية وقد قال لهم حين أخذ الميثاق وهم أرواح في أشباح في أشباح كالذر ألست بربكم قالوا بلى شهدنا وإنما خاطب الروح مع الجسد وهل يكون الرب وهل يكون الرب إلا لمربوب قال ولأنها لو لم تكن مخلوقة ما كان على النصارى لوم في عبادتهم عيسى ولا حين قالوا إنه ابن الله وقالوا هو الله قال ولأنه لو كان الروح غير مخلوقة ما دخلت النار ولأنها لو كانت غير مخلوقة لما حجبت عن الله ولا غيبت في البدن ولا ملكها ملك الموت ولما كانت صورة توصف ولأنها لو لم تكن مخلوقة لم تحاسب ولم تعذب ولم تتعبد ولم تخف ولم ترجو ولأن أرواح المؤمنين تتلألأ وأرواح الكفار سود مثل الفحم وقال صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة وتأوي في فناء العرش وأرواح الكفار في برهوت وقال الشيخ أبو يعقوب النهر جوري هذه الأرواح من أمر الله مخلوقة خلقها الله في الملكوت كما خلق آدم من التراب وكل عبد نسب روحه إلى ذات الله أخرجه ذلك إلى التعطيل والذين نسبوا الأرواح إلى ذات الله هم أهل الحلول الخارجون إلى الإباحة وقالوا إذا صفت أرواحنا من أكدار نفوسنا فقد اتصلنا وصلنا أحرارا ووضعت عنا العبودية وأبيح لنا كل شيء من اللذات من النساء والأموال وغير ذلك وهم زنادقة هذه وهم زنادقة هذه الأمة ثم قال الشيخ رحمه الله قلت واعلم أن القائلين بقدم الروح صنفان صنف من الصابئة الفلاسفة يقولون هي قديمة أزلية ولكن ليست من ذات الرب كما يقولون ذلك في العقول والنفوس الفلكية ويزعم من دخل في الملل منهم أنها هي الملائكة وصنف من زنادقة هذه الأمة وظلالها من المتصوفة والمتكلمة والمحدثة يزعمون أنها من ذات الله وهؤلاء أشر قولا من أولئك وهؤلاء جعلوا الآدمية قسمين نصف اللاهوت وهو روحه ونصف الناسوت وهو جسده نصفه رب ونصفه عبد قد كفر الله النصارى بنحو من هذا القول في المسيح فكيف بمن يعم ذلك في كل أحد حتى في فرعون وهامان وقارون أقول وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام من تضليل الذين يمجدون الروح حتى يزعم غلاتهم أنها من ذات الله ويذمون البدن لأنه مخلوق من الطين مثلهم في ذلك بعض الكتاب في هذا العصر وكلام ملاحدة الفلاسفة بل يشبه قول إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فإبليس ذم آدم وتنقصه لأنه مخلوق من طين والحق أن الطين منه ما هو طيب لا ذم فيه لأنه ينتج النبات الطيب والمعائش الطيبة والفواكه الشهية ومن الطين ما هو سبخ لا ينتج شيئا وبالجملة فالطين كله طاهر طهور والروح منها ما هو روح طيبة وهي روح المؤمن ومنه ما هو روح خبيث وهو روح الكافر كما جاء في الحديث فليست الروح كلها طيبة علوية كما يقول هؤلاء الجهال وليس الطين والتراب مذمومين على الإطلاق وما يفعله الإنسان ويتصف به من الخير فهو نتيجة دعوة الرسل وأتباعهم وما يتصف به من الخير فهو نتيجة دعوة الرسل واتباعهم وما يفعله ويتصف به من الشر فهو نتيجة مخالفة الرسل قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ظنك الآيات ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله فالإنسان عبارة عن البدن والروح معا بل هو بالروح أخص منه بالبدن وإنما البدن مطية للروح كما قال أبو الدرداء إنما بدني مطيتي فإن رفقت بها بلغتني وإن لم أرفق بها لم تبلغني وقد رواه ابن مندة وغيره عن ابن عباس قال لا تجار الخصومة يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح والبدن فيقول الروح للبدن أنت عملت السيئات فيقول البدن للروح أنت أمرتني فيبعث الله ملكا يقضي بينهما فيقول إنما مثلكما كمثل مقعد وأعمى دخلا بستانا فرأى المقعد فيه ثمرا معلقا فقال للأعمى إني أرى ثمرا ولكن لا أستطيع النهوض إليه وقال الأعمى لكني أستطيع النهوض إليه ولكني لا أراه فقال له المقعد تعال فاحملني حتى أقطفه فحمله وجعل يأمره فيسير به إلى حيث يشاء فقطع الثمرة قال الملك فعلى أيهما العقوبة فقال عليهما جميعا قال فكذلك أنتما وأيضا فقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأرواح تقبض وتنعم وتعذب ويقال لها خرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب خرجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ويقال للأولى أبشري بروح وريحان ويقال للثانية أبشري بجحيم وغساق وآخر من شكله أزواج وأن أرواح المؤمنين تعرج إلى السماء وأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها قال حمد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال فيقول وأهل السماء ريح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به إلى ربه ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل قال وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حمد وذكر من نتنها وذكر لعنا فيقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض قال فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل قال أبو هريرة رضي الله عنه فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتا رد على أنفه ريطة كانت عليه ثم لترى الشيخ رحمه الله أحاديثة كثيرة وحاديثة في هذا المعنى ثم قال فقد بان بما ذكرناه أن من قال إن أرواح بني آدم قديمة وغير مخلوقة فالحلولية الذين يجر قولهم إلى التعطيل بجال العبد هو الرب وغير ذلك من البدع الكاذبة المغلة وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته